واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الاممية في الحديدة حيث شنت عمليات قصف واسعة استهدفت الاحياء السكنية في مدينة التحيطة جنوب محافظة الحديدة واكدت مصادر محلية في التحيطة بان الميليشيات اطلقت عددا من قذائف مدفعية الهون الثقيل على حي سكني في المدينة وسقطت على احد منازل مواطنين والحقت بي اضرار بالغة فيما سقطت قذائف اخرى بالقرب من منازل اخرى وذكرت المصادر ان الميليشيات اطلقت او اطلقت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في حي سكني اخر وفيما سقطت قذيفة على منزل مواطن يوسف الشامي ما ادى الى سقوط ضحايا من سكان المنزل حسب افادة المواطنين